نبتدي بكرة اليد النهاردة فرقنا فريق كرة اليد بالنادي الاهلي بقيادة طبعا مستر دانيال جوردو لعب مباراة مهمة على صدارة المجموعة مع التراجي التونسي النادي الاهلي استطاع انه هو يفوز فوز كبير على التراجي التونسي بنتيجة 28-21 خلي بالكو التراجي لسه راجع من بطولة عربية فائز بيها بعد فوزه على الزمالك فرق هدف والنهاردة بلعب بطولة افريقيا النادي الاهلي بيفوز فرق سبعة فرق كبير جدا الجميل في المباراة خليني بس اقول لكم يعني المباراة خلصت وإحنا كده تصدرنا المجموعة وهقول لكم هلنعب مين بعد كده في دور الستاشر ولكن اللي عايز اقوله حضراتكم ايه الجميل في المباراة طبعا دي البنش بتاعنا الروح معلش يا جماعة ازبتولي على الصورة دي بعد ازنا حضراتكم يعني الروح النهاردة كانت شكلة ايوه شكرا الروح دي هي سر الفوز انا نفسي اشوف الروح دي كل مباراة وزا ما حضراتكم فاكرين احنا عملنا ووجهنا رسالة لبرنامج من برنامج الابطال لفريق كرة اليادي اللاعبين وده لهم الروح في الخلفية الورى اللاعب الاحتياطي ورئيس البعثة كابتن مرتجي بيقفز لو حضركم شايفين هو يرتدي التشيرت او الاميس الابيض كابتن مرتجي في الصورة هنا لابس الاميس الابيض في المدرجات وورى الفريق ما عادش في المأسور دي الروح الفرق والله يا جماعة انت بتكسب ناردة بطل عرب واحد المرشحين البطولة بتكسبه في تونس فرق سبع اهداف فرقتنا عندها هو ده اللي كان ناقصنا الروح يا جماعة اللي انتوا شايفينها دي واللي ظهرت النهاردة هي دي اللي كانت ناقص الفريق مجلس ادارة دعم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة ومجلس ادارة بالكامل دعم الفريق معالي الوزير العام للفاروق الحقيقة ومعه طبعا يعني المدير النشاط الرادي كابتخاذ العوضي الحقيقة معالي الوزير بيبذل موجود غير طبيعي انا بشوف معالي الوزير في الصلاة المغطى كل يوم تقريبا هو وكابتخاذ العوضي بيتبقى كل الفرق سواء يد طايرة سلة رجال وسيدات الحقيقة معالي الوزير لي نشاط مكسف جدا جدا الفترة اللي فاتت عشان يعني يتطمن على الفرق والحمد لله النهاردة بنكسب الترجي فرق سبع اهداف في تونس فوز مش المهم الفوز قد ما مهم كمان الاداء انت الشوت الاول طالع ستاشر حداشر انت كسبان فرق خمس اهداف الشوت الاول الطبيعي ان انت كان اللي بيحصل قبل كده الروح بتنزل اللي ده بيقل يا بتخسر يا اتنين يا بتقرب لا ده انت بتأكد صدرتك الشوت الاول وبتزود كمان هدفين الشوت التاني انت الشوت التاني منفصل انت فايز فرق اهدافات زي ما قلتلكم الفارق اللي حصل النهاردة نتيجة الروح اتمنى ان الروح تبقى كذلك الى اخر يوم خلينا اقولكم ان النهاردة فيه زي ما فيه خبر سعيد ان احنا كسبنا ولكن للأسف فيه خبر مش حلو احنا يعني عندنا احمد يشام سيسا احد ابرز اللاعبين في مصر مش في النادي الاهلي الفاتر الريفات بيلعب في مركز الوينجليفت اصاب النهاردة للأسف والاصابة كانت جامدة حبتين الف سلام عليك احمد يشام الحقيقة العيب كان ضفنا من الفترة واحتفلنا به ادى اداء كبير مع المنتخب مصر عامل شغل كويس سواء منتخب مصر الشباب او كبير عامل شغل كويس ويتشغال على نفسه ملتزم النهاردة تعرض لكادمة جامدة في الفك احنا الاخبار اللي جاينا من هناك انه فيه كسر بالفك او خلع بالفك لسه متوضحش الصورة بالزبط ولكن الف ملون سلامة هترجع احسا من الاول يا احمد المطبات دي مش هتزيدة جير اسرار وعزيمة ان شاء الله ترجع احسا من الاول وده اكيد طبعا بالاصابة دي تأكد غيابه بالاضافة الى زميله في نفس المركز عبدالعزيز ايهاب اللي اتصاب قبل البطولة فكده عندنا اتنين في الوينجليفت اتصابه لم يتبقى عندنا غير اسلام راضي اللاعب الناشئ واللي كان سبب الفوز لفرقته قبل ما يسافر في مباراة الهل والزمالك في صالة ميت عقوبة في الهدف في السنة الاخيرة 29-28 اسلام راضي هو اللاعب الوحيد دلوقتي اللي في الوينجليفت طبعا مستر دانيال اكيد هيعمل روتيشن او كده هعمل منوفر باحد اللاعبين اللي في مركز تاني وبيوكيد اللاعب في هذا المركز هي ده الخبر اللي مش حلو النهاردة في المباراة بصرف النظر عن المكسب او الخسارة ولكن سلامة اللاعبين هي اهم حاجة يعني نتمنها طيب هنلاعب مين في دور الستاشرة اللاعب رابع المجموعة اللي فيها نادي الزمالك اللي هو ريدي ستارز الافواري ودي مباراة ان شاء الله مفروض على الورق فانية مباراة سهلة ان شاء الله بعدها هنطلع دور التمانية طريقنا بإذن الله كان هيبقى في دور قبل نهاية الزمالك نهاردة الزمالك تعرض لخسارة مفاجأة الحقيقة من الافريق التونسي انا ما عنديش تعليق على الخسارة دي الحقيقة ولكن يعني بالورق والقلم الزمالك افضل يعني كان بالمفنيات الزمالك افضل ولكن خسارة الزمالك النهاردة ما عنديش تعليق عليه كده هيبقى في طريقنا قبل النهاية نادي الزمالك يعني كان في حالة نادي الزمالك وده الطبيعي كان كان هيقابل الترمي ولكن النهاردة بخسارة نادي الزمالك في هذه الخسارة المفاجأة برضو بعيد وبزيد ما عنديش تعليق عليها أنا بعلق على فرقتي بس وبتكلم على فرقة النادي الأهلي كده نادي الزمالك هيكون في الطبيعة هيكون في طريقنا إن شاء الله في قبل النهاية ولكن فرقتنا إن شاء الله بإذن الله تعادت إعداد كويس فرقتنا عندهم هدف كبير وإصرار كبير على هذه البطولة الروح جميلة ربنا يا رب يكرم بهذه الروح لو الروح دي موجودة والعزيمة والإصرار والإحتياطي الروح دايما كنا بلقول لنا بتقلنا دايما الروح تبان من على البنش مش في الملعب الروح بتبان من على البنش اللعيبة الاحتياطي اللي ما بتشاركش لو روحها عالية ومش فارق معها تلعب ولا متلعبش فما بالك باللعيبة اللي بتلعب فيعني أنا بشكركم على الروح دي وإن شاء الله إحنا لسه معمناش حاجة نادي الأهلي بيبارك بس بالبطولات وإحنا تعودنا على كده إن شاء الله يا رب ترجعه بالبطولة وإن شاء الله يعني نخيب ظن أي حد بيظن ظن معين إن شاء الله فرقتنا كفيلة إنها تثبت مكانها في الملعب وأي حد بيتجنب فرقة عشان يلعب فرقة أو أي كلام ده يعني أنا مش بقصد بكلامي حاجة ولكن ربنا قادر على كل شيء وربنا بيكرم اللي بيكتهد وبيتعب وماليوش حسابات تاني يا رب إن شاء الله يوفق خلينا أقول لحضراتكم قائمة الفريق سريعا اللي بنقديلهم كل التحية ونقديلهم كل التحية من أول رئيس البعث كابت المرتجي لأصغر لعب وإن شاء الله مستمرين في دعمكم حتى النهاية قائمة الفريق التوانتوش اللعب عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حماية حراس مرمى محمد إبراهيم في الدفاع أمر خالد كاستل وإحمد إشام سيسا ربنا شفيك يا أحمد إشام محسر رمضان اللي عاد بشكله كويس جدا وخس وبقى شكله في الملعب جيد مهاب سعيد ربنا يحميك يا مهاب عبد الرحمن فصل مصطفى خليل إسلام حسن إبراهيم المصري أحمد عادي الياسر سيف البرازيل رؤون نانس وأحمد خيري وإسلام راضي يوسف هاني أمر سامي دي كتيبة النادي الأهلي اللي بتلعب دي وقت بطولة أفريقيا هناك كل التوفيق ليهم وكل الدعوات إن شاء الله بالتوفيق ليهم هناك بإذن الله